خلينا نبتدي كده كلامنا عن كنت شايف سينة ازاي وبقت سينة ازاي فعلا يتجدد الانتصار والله احنا يعني لما ععدنا نرتب للملف ده كان تفكرنا ان احنا نلاقي معنى يجمع اكتر من يعني حاجة يدي للناس فكرة ايه اللي بيحصل في سينة عندنا انتصار في 73 بالدم في التحرير عندنا انتصار بعد كده ضد الارهاب بعد 2013 ويمكن انا كتبت عن شجاعة القرار انه قرار الرئيس السادات في وقتها بالحرب والسلام كان قرار شجاع جدا ربما بعض الناس ما كانوش فاهمين المعنى والمغزى بتاع القرار دي ربما قرار الحرب كان معروف لكن في ظروف الوقت ده كانت صعبة جدا يمكن كتب التاريخ بتتكلم على صعوبة جديدة جدا قدام الدولة المصرية انها تستعد المعركة بهذا الحج مع التفوق بتاع الجانب الاخر علينا في وقتها فكان قرار الرئيس السادات شجاع جدا انه يخش الحرب ويراهن على المصريين في المرة التانية لما خدنا قرار السلام كان فيه المحيط بتاعنا الاقليمي يعني فيه البعض بيرافع شعارات ورافع يعني رايات الرفض زي ما بيقولوا لكن رئيس ده تساب كل ده وكان يعني قاري المشهد الدولي كويس جدا وقرر يحط مصر في المكان الصحيح انه عملية السلام دي تكمل نستلم ناخد أرضنا لآخر زرط رمل وبعدين نبتدي بقى التعمير والبناء وكذا ودي كانت رؤية صحيحة جدا لانه الحقيقة الارض الوحيدة اللي رجعت هي ارض سيناء صحيح من 67 في كل المنطقة من غير ما نتكلم عن حد الارض الوحيدة اللي رجعت هي ارض سيناء وده زكاء القائد المصري وده كان شيعة القرار وقتا 2013 المشهد كان أصعب لانه اللي هدوه من الداخل وبدأ يبقى يعني مستشري وتنظيمات باختلافات وأسماء كتيرة وصرعات بينها وبين بعض ويعني كان مشهد صعب شجعت القرار تخش قط مسلحة تطهير كامل استمر عشر سنوات نفعنا دمه شهداء ربما هم السبب الرئيسي النهاردة احنا وقفين على رجلينا وبنقاوم العالم كله بأرواح الشهداء دول وده انتصار متجدد ثم في معركة التعمير ان انت بعد سنوات من التهميش يبقى مصار الدولة المصرية الرئيسي تعمير سيناء ان سيناء تتحول مش بس لمناطق السيحية المعروفة وكذا لكن كمان مناطق اقتصادية صحيح يعني منطقة اقتصادية لوجستية عالمية انت بتتكلمينا على منطقة يبقى تجارة العالم كلها بتمر منها لما نحط سيناء مع اقليم القناة ارتباط سيناء النهاردة بالدولة المصرية بقى ارتباط قوي جدا لانه بقى عندنا العبور لسيناء بقى اسهل من الاول بكتير طرق الجديدة الانفاء خط السك الحديد اللي راح لسيناء حاجات كتيرة بقت موجودة تقدر تخلي الانتقال اللي كان صعب في سنوات طويلة قدر اقول يعني لمقات السنين السابقة انت كنت بتتكلم على منطقة يعني بعيدة تماما عن خطة العمران بتاعة الدولة المصرية النهارة بقت سيناء هي قلب خريطة العمران بتاعة الدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر